السلام عليكم ازايكم يا احلم طبعين ويرب تكونوا في خير وحشتون كتير تعالوا معنا نعرف الموعيد والقنوات الناقلة والمعلقون والتغييرات في مباراة الاهلي وجرمهاية في ابطال افريقيا اليوم السبت بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل اذا اعجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اليوتيوب على اخبار حصرية الان وعلى التيك توك على زكوين الخبر بيقول بيستضيف النادي الاهلي نظيره فريق جرمهاية الكيني في اطار منافسات اياب دور ال32 لبطولة دوري ابطال افريقيا وبتنطلق مباراة الاهلي وجرمهاية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي حيث المارد الاحمر كان قد انتصر زهابا بي ثلاث اهداف مقابل لا شيء خارج دياره وبتزعل مباراة الاهلي وجرمهاية الكيني عبر ثلاث قنوات مجانية والتي يعقبها مراصم استلام درع الدوري الممتاز بعد تتويج المارد الاحمر باللقب للمرة الاربع واربعين في تاريخه وبتنقل قناة انتايم سبورتس وان مواجهة الاهلي وجرمهاية بتواجد العماني خليل البلوشي عبر الصوتية الاولى وايضا زيادة الدكروري المشهور بتقليد المعلق الجزائري حفيز دراجي عبر الصوتية التانية وكما تبس المباراة عبر قناة الام بي سي ومصر وان بتعليق متحة شلبي وقناة ابو زبي الرياضيان ويتولى عمر عبدالله التعليق على مجريات الرقاء وتعد مواجهة جرمهاية الاخيرة قبل مباراة الدربي بين الاهل والزمالك في نهاية كأس السوبر الافريكي والمقرر له يوم 27 سبتمبر المقبل في السعودية على ملعب المملكة ارينا تعالوا معنا نعرف تشكيل الاهل المتوقع في مواجهة جرمهاية بدوري ابطال افريكيا هيكون معنا مصطفى شبير عمر كمال ياسر ابراهيم يوسف ايمن يحي عطلة احمد نبيل كوكا اكرم توفي محمد مجدي افشة بير ستاو طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا في النهاية بنتمنى الفوز للنادي الاهلي واذا عجبتك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان